فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابعة المشركين اليوم مما يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح ومما يؤكد النهي عن التشبه بالكفار أن المسلم وإن كان لا يقصد إلا الله عز وجل لكن إذا تشبه بهم في صورة العمل فهذا وسيلة إلى أن يتشبه بهم أو يأتي من يتشبه بهم من المسلمين في حقيقة العمل لأن الوسائل تفضي إلى الغايات المحرمة ومن ذلك أن من الصابعة المشركين من يتقرب إلى الكواكب ويسجد لها ويبنون لها الهياكل كما في قوم نمروذ من الكنعانيين الذينهم بأرض بابل أنهم يسجدون للكواكب ويعبدونها من دون الله فالمسلم منهي عن التشبه بهذه الطواف قال وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابعة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها نعم بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام وهو الفخر الرازي المشهور ألف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم وذكر فيه هذه القبايح ولا يليق هذا به لكنه فعل هذا إما من باب التكثر في التأليف أو أنه قصد بذلك ترأسا في العلم أو غير ذلك من المطامع فالحاصل أنه مخطئ في هذا غفر الله لنا وله ويروى أنه تاب من هذا فنرجو ذلك ولكن القصد ليس القصد هو هذا الرجل وإنما القصد هو تجنب هذه الأمور والبعد عنها تحذير منها